اهلا بكم مشاهدينا في نشة الاخبار نستهلها من الرباط عقب مباحثة مع وزير شؤون الكاريجية ناصر بوريطة أكد وفد مكون من أعضاء مجموعة دعم وتأييد المبادرة المغربية للحكم الثاتي التي تم تشكيلها مؤخراً بالكونغريس البروفي أهمية عفاظ بلادهم على علاقات فعالة ومتنة مع المغرب نتابع تفاصيل في تقرير صفي عصمان أكد وفد مكون من أعضاء مجموعة دعم وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تشكيلها مؤخراً بالكونغريس البروفي أكد أهمية حفاظ بلادهم على علاقات فعالة ومتنة مع المغرب وعقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة دعا الوفد وزير الشؤون الخارجية للبيرو إلى تصحيح القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها فيما مضى والارتقاء بالعلاقات مع المغرب إلى أعلى مستوياتها إنها مناسبة للتذكير بتشكيل مجموعة دعم وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي داخل الكونغريس البروفي التي تعد تقريراً حول مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وزيارة أعضاء المجموعة تتوخى تقييم وقع هذا المخطط على التنمية وحقوق الإنسان والتعليم والصحة وذلك بهدف إعداد هذا التقرير الذي سيتم تقديمه إلى حكومة ووزارة خارجية البيرو أحد أهداف هذه الزيارة يتمثل في الالتماس من الحكومة المغربية شرح حقيقة الوضع بالبيرو للدول الإفريقية والعربية الأمر يتعلق بمبادرة ذات أهمية كبرى بالنسبة لنا الوفد البرلماني البيروفي الذي يضم أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية سيجري خلال هذه الزيارة للمملكة محدثات مع عدد من المسؤولين المغاربة رفيعي المستوى وفي موضوع أخر أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى بمجلسي أنواب أن العدد الإجمالية للمترشحين والمترشحات المتمدرسين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسمي الموسم الدراسي 2022-2023 بلغ 426 ألف مترشح أي بزيادة بلغت 18% مقارنة مع السنة الماضية المزيد في سياق التقرير التالي في معرض جوابه عن أسئلة شفاهية حول الاستعدادات الجارية لتحضير الامتحانات البكالوريا خلال جلسة الأسئلة الشفاهية الأسبوعية بمجلس النواب أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى أن العدد الإجمالي للمترشحين والمترشحات لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي الجاري بلغ 426 ألف مترشح بزيادة بلغت 18% مقارنة مع السنة الماضية وأضاف السيد بن موسى أن 10% من هذا العدد ينتمون إلى التعليم الخصوصي فيما تنتمي 43% منه إلى المسالك الدولية مسجلا أن عدد المترشحين والمترشحات الأحرار بلغ هذه السنة 132 ألفا بانخفاض بلغ 34% من جهته وردا على سؤال محوري حول أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية بنفس المناسبة أكد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت أن وزارة الداخلية ساهمت بما يناهز 62 مليون درهم من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حدا في تجهيزاتها وأوضح السيد لفتيت أن الوزارة تقوم بإعداد برنامج وطني لتأهيل كل هذه الأسواق يأخذ بعين الاعتبار إشعاع وطبيعة هذه المرافق الحيوية أما وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربات المقيمين بالخارج ناصر بوريطة فأكد من جهته أن الوزارة تنظمت من خلال الشبكة الدبلوماسية والقنصلية ما مجموعه 172 بعثة تجارية من وإلى المغرب خلال السنة الماضية وذلك في معرض جوابه عن سؤال حول تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وأضاف الوزير أن الوزارة ساهمت أيضا في تنظيم 150 منتدى اقتصاديا ومعرضا قطاعيا و145 عملية ربط تجاري لصالح المستثمرين الأجانب والمغاربة علاوة على أنها توسطت بين فاعلين مغاربة وأجانب لتسوية 51 نزاعا تجاري وعلى صعيد المتصل بلغ عدد المترشحين والمترشحات الاجتياز امتحاني الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس والذي انطلقت أطوره أمس بلغ مجموعه 5154 مترشحة ومترشح صفية عثمان والتفاصيل عدد المترشحين والمترشحات للامتحاني الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس بلغ ما مجموعه 5154 مترشحة ومترشحا ويتوزع المترشحون لهذه الاختبارات على 2434 من الإناث و2720 من الذكور واستقبل مركز الامتحانات بثانوية الإعدادية سوريا السقاط ما مجموعه 357 مترشحة ومترشحان المدرية الإقليمية جندت جميع الإمكانيات المادية واللوجستية الخاصة بهذا الاستحقاق بحيث كما تقدم 61 رئيس مركز الامتحان يشغلوا معهم كمساعدين حوالي 305 الأطر الإدارية والتربوية العاملة في كتابة الامتحان وتم أيضا التعبئة الحوالي 4630 مراقب ومراقبة الاجتياز الامتحانات في الظروف مناسبة مع الحفاظ على المبادئ الشفافية والمستقية لهذا الاستحقاق ويبلغ عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لنيل شهادة البكالوريا ما مجموعه 17 644 تلميذا وتلميذة بنسبة زيادة بلغت 13.86% مقارنة مع السنة الماضية 54% منهم إناث فيما ينتمي أكثر من 17% منهم للتعليم الخصوصي ننتقل إلى مراكش هذه المرة حيث أكد برلمانيون وخبراء مغاربة وأجنب على الحاجة لضمان العدارة في الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية والحض من الفوارق الاجتماعية التي من شأنها أن تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في كافة بلدان العالم نتابع تقرير شيمابك خلال ندوة دولية نظمت بمراكش حول موضوع الفوارق والفقر وتدبير الموارد نحو حماية اجتماعية أكثر إنصافا أكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة الولوج إلى حماية اجتماعية أكثر إنصافا للحد من الفوارق وحسن تدبير الموارد المادية والبشرية من المهم جدا إجراء تشخيص دقيق لإشكالية الفقر في العالم ووضع برامج على المستوى الأممي لمعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية وكذا ضمان الولوج إلى الموارد الحيوية ومكافحة التغيرات المناخية والاستهلاك المعقلن للموارد الطبيعية وتم بالمناسبة تسليط الضوء على تجربة المغربية الرائدة على المستوى الإقليمي فيما يخص تعميم الحماية الاجتماعية وإدماج جل الساكينة للاستفادة منها من أجل منظومة حماية اجتماعية عادلة وفعالة أعتقد أنه من الضروري وضع أجندات عمل منصقة لتدبير الموارد المادية والبشرية التي تتوفر عليها بلدان العالم والاستفادة منها بشكل أفضل بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأسيس مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة ومن شأن مثل هذه اللقاءات إشراك البرلمانيين الشباب لمناقشة قضايا رهينية وتحليلها واقتراح حلول فعالة فضلا عن الاستفادة المتبادلة والانفتاح على مختلف المقاربات الدولية نتابع الآن نشتنا بالأخبار الدولية حيث تبادلت كل من أوكرانيا وروسيا هجمات بالطائرات المسجرة وحسب ما أعلنت سلطات البلدين فقد تعرضت كل من العاصمة الأوكرانية لهجوم بطائرة مسيرة روسية تمكنت من إسقاط إحداها فيما ألحقت مسيرة أوكرانية أضرارا بمناطق في العاصمة الروسية موسكو سكيدا مسوية وباقي التفاصيل نذر حرب تلوح في الأفق معارك في سماء كييف وأخرى في سماء موسكو السلطات الروسية أعلنت عن تعرض العاصمة موسكو لهجوم بطائرات مسيرة تسبب بأضرار طفيفة من دون أن يصفر عن سقوط ضحايا مؤكدة نشر أجهزة الطوارئ في المدينة هذا واستهدفت موسكو حتى الآن بهجمات قليلة جدا منذ بدء النزاع في حين كثرت الهجمات كهذه في مناطق روسية أخرى ويأتي هذا الهجوم في وقت أعلنت أوكرانيا عن إسقاط 29 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم جوي روسي جديد استهدف العاصمة كييف هو الثالث في غضون 24 ساعة حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية وفي ظل هذا الصراع تأتي مكالمات ولقاءات تحاول نزعفة للأزمة إلا أن النزاع يشتد فكيف سيأتي سيناريو النهاية وفي جديد الملفية السودانية علنت السعودية والولايات المتحدة يوم أمس في بيان مشترك لهم تمديد الهدنة في السودان لخمسة أيام بدأت نظريا قبل أسبوع ولكن لم يتم الالتزام بها على الأرض وذلك للسماح ببذل جهود إنسانية إضافية بدرزايو في المتابعة طرفان نزاع في السودان يتفقان على تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار لخمسة أيام أعلنت السعودية والولايات المتحدة الهدنة التي بدأت نظريا في أسبوع ولكن لم يتم الاتزام بها على الأرض أكد الطرفان عزمهما استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدة الإنسانية وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات كما اتفقا على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضارية بما في ذلك منازل المدنيين وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدة الإنسانية وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة ويتبادل طرفان نزاع الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدة الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين ننتقل الآن إلى شبه الجزيرة الكورية حيث نقلت وسائل إعلام رسمية في بيونج يونج اليوم عن مسؤول كوري شمالي كبير قوله أن بلاده تعتزم إطلاق قمر استناعي تجسسي في يونيو لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وتركائها عودة مع بدرزايو كوريا شمالية ستطلق أول قمر استطلاع صناعي عسكري لها من أجل المراقبة الحية للأنشطة العسكرية الأمريكية حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية لم يتم تحديد الموعد الدقيقي لإطلاق قمر التجسس الصناعي لكن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بالإطلاق المزمع له بين الحادي والثلاثين من مايو والحادي عشر من يونيو مما دفع توكيو إلى وضع دفاعاتها الصاروخية الباليسية في حالة تأهب المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تثير حفيظة بيانج يونج التي وصفتها بأنها طموح متهور للعدوان بعد الخبر الرياضي نكون قد وصلنا مشاهدين لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في مجزن لأهم الأنباء شامل الله